جلسات المحور السياسي للحوار الوطني تنطلق غدا بمناقشة النظام الانتخابي والقضاء على التمييز وتحدي التعاونيات غارات إسرائيلية جديدة على غزة وشهدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلطة بنابلس الاتحاد الأوروبي يدعو لتسريع إمداد كيف بالذخيرة وألمانيا تكشف عن حزمة مساعدة عسكرية لأوكرانيا هي الأكبر الثالثة عصرا الثانية عشرة بطاقية جرانيتش نشرة إخباريات مفصلة تأتي حضرتكم من القهرة أهلا بكم والبداية مع يارا مجدي يارا أهلا بك شكرا لك ندا وأهلا بحضراتكم مشاهدين إلى تفاصيل هذه النشرة والبداية بالحوار الوطني تنطلق غدا الأحد أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني لمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين حيث تعقد أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخرين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدوى لأعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدوى لأعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويلها إلى دعم النقدي وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي شددت على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم دخها شهريا لمنافذ صرف السلع التموينية مناشدة أن المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام وفدا من مؤسسة جلوبل الألمانية لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين يأتي ذلك بهدف فهم ودمج الجوانب المختلفة للسياسة الدولية والأعمال التجارية والأوساط الأكاديمية والثقافية في سياق النظام العالمي المتغير للقرن الحادي والعشرين وتحقيقاً لهذه الغاية تعمل المؤسسة مع قادة وشخصيات بارزة من جميع هذه القطعات وتسعى جاهدة لتطوير علاقات طويلة الأمد بين ممثل البلدان والثقافات الأخرى أوضحنا ليهم أن قضايا الشرق الأوسط من الناحية الإعلامية محتاجة نظرة عادلة من وسائل الإعلام الغربية خصوصاً أنها تتعامل مع قضايانا بنظرة قديمة نظرة من ربما من عشرات السنين أو من مئات السنين ضربنا اليوم أمثلة بقضية حقوق الإنسان ما زالوا بيتعاملوا مع قضية حقوق الإنسان بالمفاهيم القديمة أحياناً بتستخدم كوارئ الضغط السياسية لتحقيق بعض المطالب مع أن النظرة الحالية تغيرت كثيراً جداً على أرض الواقع وأنا تمنيت أنهم كانوا يشوفوا مراكز التأهيل الكثيرة الأمم المتحدة نفسها اعترفت بأنها وفقاً للمعدلات العالمية وأن كثير من الدول الأوروبية لم تصل إلى هذه المعدلات تحدثنا معهم عن حرية الصحافة والإعلام في مصر برضو نظرة قديمة ويمكن وترتيب مصر بالنسبة للحريات أوضح رئيس المنظمة بنفسه رداً على ذلك أن مصر بتتقدم ده رئيس المنظمة قال هذا الكلام أن مصر بتتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 25 درجة في معايير حقوق الإنسان العالمية أوضحنا لهم أن فيه تنوع وفيه حرية الصحافة وإعلام وأن فيه المفاهيم بدأت تتغير أصيب خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال لإثر تجدد الغارات الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي على مناطق متفرقة من قطع غزة قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية أدت كذلك إلى أضرار مادية ببعض المنازل وانقطع الطير الكهربائي عن أجزاء أخرى من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى 33 شهيداً وأكثر من 147 جريحاً طالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي حازم يكبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة اعتبرت الوزارة رفض سلطات الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جناب والقانون الإنساني الدولي استشهد فلسطينيان واصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم بلاط شرق نابلس محاصرة أحد المنازل وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس إن هناك إصابة خطيرة من بين الإصابات الثلاثة لفتاً إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من دخول المخيم وإسعاف المصابين يصوت المواطنون في ميروتانيا لانتخاب برلمان جديد ومجالس جهوية ومحلية وسط منافسة خمسة وعشرين حزباً سياسية يحق لنحو مليون وسبعمائة ألف ناخب ميروتاني المشاركة في التصويت وهو أول استحقاق انتخابي ينظم منذ تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة عام 2019 أحنا فرحة فرحة بنحتى في حياتي إحنا بناشعر بالفخر كل من روح أي حتة في العالم بناشعر بالفخر من إحنا مصريين كنا واسقين في القيادة السياسية وعارفين إن السيادة الرئيس صعب فتاح السياسي حمز على أولاده حمز على أبنائه بيروح يجبهم من أرض النار الحمد لله رب العالمين إحنا ما كناش متخيلين إن الطيران حيادة إيجابنا في الحدة دي أنا واسق إن أنا وراي مؤسسات قوية جدا هي أنا جابتني هيدا بلدي الزمان مقدرش يأخذ من شبابها بلدي اللي كل الدنيا دي بتاعني الحسبها يقول لي رب أنا يخليك وطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان البلد اللي فيها قائد وجيش يتطمن أهلها ويعيشها حدن الغريب وقت التعب بلدي اللي فتحة للعرب والدنيا بابها يواصل معبر أرقين استقبل المواطنين ورعاية دول الأخرى القادمين من السودان استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف يواصل معبر قسط الألبري استقبل الوفدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة يشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء الطبية أو الإنسانية بالإضافة إلى وجود مبادرات وقواف المصرية تابعة لمؤسسات مختلفة تقدم الدعم للنزحين على المستويين الصحي والغذائي وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معبر قسط الألبري مراسل أكسرا نيوز عوض الغنام عوض أرحب بك ما الجديد لديك وماذا يجري في معبر قسط التفضل نعم يرى ما يجري في معبر قسط هو ما يجري تماما في معبر أركين وبالتالي حينما نتحدث ونحن نتحدث عن كل المعابر المصرية بلا إسسنا هناك عدة متغيرات تصل ما بين ست لسبع متغيرات سألخصها سريعا أولا تم إمداد المعابر المصرية بفروع للبلوك المصرية كان ذلك طلب يتكرر كثيرا من العابرين من الجانب السوداني باتت هذه الخدمة الآن موجودة وبأريحية شديدة يستطيع العابر من الجانب السوداني إن كان من الرعاية لجانب أو من أشقاء السودانيين أو مصر يعايد بسهولة يستطيع أن يتحصى العملة التي يريدها للحركة داخل الجانب المصري هذا مطلب تكرر كثيرا مع هذا الدعم اللوجيستي أيضا تم إقامة عدد من المحطات الخاصة بالاتصالات لأنها تسهل عملية التواصل مع الجانب السوداني أو من وصل إلى مصر مع من يريد أن يتواصل معهم داخل الأراضي المصرية هذا هو المتغير الأهم حتى هذه اللحظة لكن منذ قليل وصل وفد من اليونيوسيف حاملا معه دعما كبيرا للجانب السوداني أي سيقطع حدود المصرية للوصول إلى الجانب السوداني نتحدث هنا عن أدوية وبعض علب اللبن للأطفال وغيره من المنتجات الضرورية للأطفال في الجانب السوداني وسبقا حذرت اليونيوسيف من خلال مكتبها الإقليمي في كينيا أو في نيويورك حول تدعيات تأثير هذه الحرب على شريحة مهمة في الجانب السوداني وهم الأطفال ونتحدث عن أرقام وصلت إلى ما يزيد عن ألفي إصابة ما بين الأطفال ومأتي ضحايا راحوا ضحية هذه الأحداث فبالتالي وصول هذا الوفد منذ ربما عشر دقائق الآن إلى معبر قسل وسيعبر بعد ذلك الحدود للجانب الآخر أيضا وفد من الخارجية المصرية وصل إلى معبر قسل تدعيما للقنصرية المصرية في حلفة لأن القنصرية هناك تحمل على عتقها مصرية كبيرة للغاية نتحدث تقريبا عن ألاف يصلون إلى هذه المدينة الفقيرة في الإمكانيات هذه مدينة صحراوية وبالتالي هناك عبء كبير على القنصرية المصرية دعم القنصرية بهذه القدرات البشرية هو مهم في هذا التوقيت للغاية نقطة الثالثة هو بيان صدر عن محافظة أسوان يتحدث عن عبارة جديدة ستسلك الطريق ما بين أبو سنبل إلى قسطل في عرض بحيرة ناصر هذه العبارة عليها مهمة كبيرة لتسهيل مهمة العبارين من الجانبين وتحديدا من القادم من الحدود السودانية وتضاف إلى العبارات السابقة نحن نتحدث تقريبا حتى الآن عن أربع عبارات منهم عبارتان تابعتان للقوات المسلحة وهذه تحمل المسؤولية الأعظم إنجاز التعبير العبارة الجديدة التي نتحدث عنها لديها قدرة أن تعبر نحو خمسين ألف طن بالإضافة إلى عشرات من البساط ومئات من الأفراد الذين يعبرون هذه العبارة كل ساعة تقريبا النقطة الثانية وهي مهمة تأسيرات الهدنة التي وقعت مؤخرا أو الاتفاقية التي وقعت مؤخرا في جد برعاية دولية على حركة العبور باتت تؤتي ثمارها لأن نرى عدد كبير من الذين خرجوا بالفعل من الخرطوم بسهولة وبيوس بعدما هناك اتفاق بين الطرفين على عدم المساس بحالة المدينة وهذه كانت صعوبة بلغة يعانيها من هو يريد الخروج من الخرطوم في تحمل هذه المسؤولية وهذا العبء الكبير لخطورة الشداد إطلاق النيراني بين الطرفين وهذا كان مطلب كداته الأمم المتحدة تكرارا ومرارا بزاد المنظمات التابعة للإغاثة الدولية لأنها تريد أن تصل بهذه الإغاثة إلى داخل الخرطوم ولكن تحتاج إلى ممرات آمنة الاتفاقية الأخيرة تعهدت بهذا الأمر وهذه نقطة مهمة للغاية نقطة قبل الأخيرة هي خاصة بحركة التجارة ما بين مصر من جانب والسودان من جانب ما زالت مستمرة ولكن بعدد أقل من ذي قبل تعلمين بأن حركة التجارة ما بين مصر والسودان كانت كبيرة للغاية وحجم الميزان التجاري كان يصل لنحو مليار ونصف مليار دولار ما بين الجانبين ولكن الآن الأمر قل بنسبة كبيرة ولكن ما زالت الحركة قائمة للغاية وتحكم هذه العلاقة ثلاث اتجاهات مصر والسودان هم أعضاء معا في الغرفة التجارية في الدائرة التجارية ما بين الدائرة العربية الدائرة الأفريقية ثم اتفاق الكوميسا أو تكتل الكوميسا الذي يمثل الدول الشرق أفريقيا كل هذه المتغيرات تحدث على مدار الساعة هنا في قسطل مع استمرارية الدعم المصري المقدم لتسهيل هذه المهمة لكن هناك خبر إيجابي ظهر في المشهد أخيرا هو خاص بالطلب المصري بعضهم أغلبهم قطعات لكن يتقاطر بعضهم حتى الآن الذين تفائلوا باستجابة الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف بالنسبة لهم لأنه ملف مصيري ومصير لعدد كبير من الأسر المصرية وهو البيان الصدري اليوم من وزارة التعليم العالي تحديدا الذي أطلق اليوم بوابة يمكن من خلالها كل الطلبة الذين عادوا من السودان أن يتوصلوا من خلال هذه البوابة الإلكترونية ويقدموا طلباتهم للالتحاق بعدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية في مصر مع شرط أن يتوافق ذلك مع التعليم الذي كان ينالونه في الجانب السوداني لكن المجلس الأعلى للتعليم هو المنوط بالتعامل مع هذا الملف هذا تطور جديد لهؤلاء الطلبة ولا يتوقف الأمر فقط على الطلبة المصريين الذين كانوا يدرسون في السودان وعددهم 5518 طالب ولكن أيضا مع الطلبة الذين عادوا مؤخرة من أوكرانيا ومن روسيا هذا هو ملخص المشهد هنا في معبر قسطل أشكرك عواض الغنام على هذا الرصد ونقل الصورة مباشرة من معبر قسطل البري مراسل أكسترونيوز عواض الغنام شكرا جزيلا لك أعلنت محافظة أسوان عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبو سنبل السياحية بعد تطويرها ورفع كفاءتها ضمن أسطول العبارات النقلة لحركة حافلات الركاب وصيرات النقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البري والتي تقل القادمين من دولة السودان على مدار 24 ساعة أشرت المحافظة إلى أنه تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمزيد مباشرة من أسان ينضم إلينا مراسل أكسترونيوز كريم راجب كريم أنا برحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية مزيد من التبخصيل حول هذه العبارة النالية يعني الدولة المصرية وضعت كل الإمكانات للتسهيل عودة المصريين وغير المصريين من السودان تفضل كريم نعم ندى يعني رغم الهدوء النسبة التي تشهد الأراضي السودانية لأن هناك ما زال يتوافد عليها الأشقاء السودانيين على الأراضي المصرية نظرا لعدة أسباب البعض قد يتي إلى هنا نتيجة للوضع الإنساني المتفاقم كذلك الوضع الصحي ونقص الغذاء وكل هذه الأمور التي أضطرت بالسلب على الأوضاع بشكل عام سواء كانت اقتصادية أو اقتماعية في الأراضي السودانية ولذلك يزال السودانيون يتفضون على الأراضي المصرية لهذه الأزاب ليس فقط بسبب الاشتباكات أو الأحداث التي كانت تدور خلال الأيام الماضية ولذلك الأعداد هنا تتزايد وافقا لبيان وزارة الخارجية المصرية فإن الأعداد قد وصلت إلى حوالي سبعين ألف وافد من الأراضي السودانية منهم ما يقرب من سبعة ألاف من جنسيات مختلفة تسهيل مهمة عبور هؤلاء الوافدين من السودان يعني هناك تسهيلات كثيرة وأخيرها التي البيانة للصدر عن محافظة أسوان بخصوص العبارة التي ستعمل أيضا لكي تقوم بدعم العبارات التي تعمل مرورا من مدينة بوسمبل ونحو ميناء قسطل البري عبر بحيرة ناصر وبالتالي عمل هذه العبارات سيكون ليلة نهار وبالتالي تسهل عملية العبور بالنسبة للوافدين من معبر قسطل البري بالإضافة إلى ذلك تسهيل حركة التجارة ما بين مصر والسودان وخصوصا أن معبر قسطل كان من ضمن المعابر التي أنشأت في عام 2014 وكان بهدف تسير عملية التجارة البينية بين مصر والسودان وبالتالي تستطيع أيضا الشاحنات التي تقل البضائع أن تأتي من السودان أو كذلك أن تعبر لسودان وخصوصا أن السودان بحاجة مسألة حجم كبير من المواد الغذائية وكذلك الأدوية وخصوصا أيضا أن وزارة الصحة المصرية أعلنت خلال اليومين الماضيين عن رسال حوالي 25 تون من المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة بسبب إنهاك المنظومة الصحية في الأراضي السودانية ولذلك تزويد عدد العبارات كان مهم للغاية من أجل هذه المهمة الإنسانية والدعم الذي المتواصل من جانب الدولة المصرية إلى الأشقاء السودانيين سواء داخل الأراضي المصرية أو حتى في السودان جانب آخر يتمثل في المبادرات الرسمية والشعبية التي تنطلق يوما بعد آخر هنا لدعم الأشقاء السودانيين هنا في مدينة أسوان من بينها تخصيص المنازل في قرية ودي كاركر لإقامة الوافدين من السودان بالمجان وأيضا توفير لهم أو تأمين احتياجاتهم سواء من المياه أو مواد الغذائية أو غير ذلك من الأمور التي تحتاجها الأسر السودانية عند القدوم إلى مدينة أسوان جانب آخر يتمثل في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب السودانيين هنا في مدينة أسوان وخصوصا أن عدم الرؤية المستقبلية بالنسبة لهؤلاء الشباب وهذه الأسر السودانية هنا يعني متى سيعودون إلى بلادهم مرة أخرى وبالتالي سيكون توفير فرص عمل لهم هو من ضمن الأولويات خلال هذه القطرة وهذا ما يعمل عليه جانب من المبادرات التي أطلقت هنا في مدينة أسوان من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر السودانية التي اختارت أسوان لكي تكون موطنا لهم خلال هذه الفترة الجزء الآخر يتعلق بالدعم الخاص بوزارة الصحة والدولة المصرية من خلال الاستمرار في رفع درجة الاستدادات الخصوى للمستشفىات هنا في مدينة أسوان لاستقبال الحالات المختلفة وخلال الأيام الماضية تم استقبال أكثر من خمسة ألاف حالة وافدة من الأراضي السودانية وبالتالي دعم هذه المستشفيات بيئة كوادر والأطمى الطبية والأدوية وكذلك الأجهزة التي تساعد عملية التشخيص والعلاج كل هذه الأمور تم توفيرها خلال الأيام الماضية حتى تكون هناك خدمة طبية متميزة للأشقاء السودانيين خصوصا أن الأوضاع الصحية والرحلة الشقة التي يقطعونها سواء من مدينة الخرطوم والمناطق المختلفة إلى هنا تزيد عن ألف كيلومتر وبالتالي كان لابد من اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاستباقية من جانب الدولة المصرية تجاه الأشقاء السودانيين يتبقى جزء آخر وهو الدعم النفسي الذي هو يعد من أهم ما يقدم هنا في مدينة أسوان وخصوصا في وادي كركر هذا الموقف الدولي الذي تم إنشاء فيه أو إطلاق المبادرة نادي الأسرة وهذه المبادرة المهتمة بالدعم النفسي للأسرة السودانية وكذلك الأطفال السودانيين واستفاد من هذه المبادرة ما يزيد عن 350 طفل سوداني من خلال دعمهم نفسهم وشحنهم بجرعات من الطاقة الإيجابية حتى ينسوا المشاهد القصية التي واجهوها خلال الأيام الماضية وبالتالي هذه المهمة تقع على عطق المؤسسات المصرية والتي تتعاون فيها أيضا مؤسسات الدولية معهم كمؤسسة اليونيسيب وهذا من خلال أسليب مبتقرة كاللعب والمرح وكذلك الموسيقى والغناء وهذا أيضا كان من ضمن الأسليب الناجحة التي سهمت بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية وأيضا شحن الأطفال بطاقة إيجابية لأن الأيام الماضية كانت قاسية بالنسبة لهم ولن ينسوا هذه المشاهدة التي شهدوها بالأمس القريب في بلادهم إليك ناد نعم أنا بشكرك في الحياة جزيل شكر كريم رجب مراسل أكسر نيوز مباشرة من أسوان شكرا جزيلا لك أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدرسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية من الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية أعلن المركز الأعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط والمتطلبات والإجراءات التي يجب اتباعها واستعداده للرد على استفسارات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية تيسيرا على الطلاب اشتركوا في القناة اعلنت ألمانيا عن دفعة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة مليارين وسبعمائة مليون يورو وهي الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية ستشمل الحزم 20 مركبة مشاق قتالية من تراز ميردر و30 دبابة ليوبارد واحد و15 دبابة مضادة للطائرات من تراز جيوبارد و200 طائرة مصيرة للإستطلاع وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات بما يشمل ذخيرة وذخيرة دفاعية إضافية وأكثر من 200 مركبة مدرعة قتالية ولوجستية وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع الألماني إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تظهر أن برلين كانت وستظل جادة بشان دعم كييف في أعقاب العملية العسكرية الروسية أوضح الوزير الألماني أن بلاده ستقدم أي مساعدة ممكنة مهما استغرق الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال مسؤول سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جزاب بوريل أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة لأن قواتها بحاجة إلى ألف قضيفة مدفعية يوميا في منطقة بخموت وحدها أضف بوريل أن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كاليبا أطلع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال أجتماع في ستوكولم على حاجة كييف إلى المزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية مجيرا إلى أنه ينبغي على الدول الأعضاء تقديم إمدادات من مخزوناتها الخاصة وتطويع التحديات اللوجستية في خطوة جديدة تعكس تأكيد الدعم الغربي لكييف أعلنت الحكومة البلجيكية تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا تقارب مئة مليون يورو تضمنت معدات عسكرية من بينها عربات مصفحة وأسلحة وذخائر المزيد في التقرير التالي بخطى حثيثة يواصل الغرب دعمه لأوكرانيا على أمل تحقيق النصر في مواجهاتها للعملية العسكرية الروسية وفي أحدث تلك الخطوات الداعمة أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أن بلاده سترسل مجموعة من دبابات أبرامز إلى كييف في أقرب وقت لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني لديه بالفعل عدد من هذه الدبابات من أجل التدريب عليها وبالتوازي مع ذلك أعلنت الحكومة البلجيكية تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا تقارب مئة مليون يورو تضمنت معدات عسكرية من بينها عربات مصفحة وأسلحة وذخائر في غدون ذلك أكد ممثل العلال الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أهمية دعم التكتل الأوروبي لأوكرانيا على المضى الطويل وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أشار بوريل إلى أهمية أن تدرك روسيا أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن أوكرانيا مشدداً في الوقت ذاته على أهمية توفير الذخيرة وأعداد دعم على مدار سنوات لأوكرانيا في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفضها لقرار بريطانيا الرامي إلى تزويد أوكرانيا بسواريخ بعيدة المدى واصفة تلك الخطوة بأنها شديدة العدائية محذرة في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد خطير أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية تشنت 12 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية كما نفذت القوات الأوكرانية خمس ضربات صاروخية على أنظمة الدفاع الجوية الروسية بالإضافة إلى إسقاط 22 طائرة من دون طيار فيما استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية مركزي قيادة لروسيا وثلاثة مناطق ارتكاز للقوات ومستودع دخيرة أعلنت خدمات الطوارئ الروسية تحطم مروحية في منطقة بريانسكا الروسية المتخمة الأوكرانيا وأضافت أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن حريقا شب في محرك المروحية قبل تحطمها قلت وزارة الدفاع البريطانية أن الأيام الأربعة الماضية شهدت انسحابا بنظام سيء للقوات الروسية من مواقعها في الجناح الجنوبي للعمليات في بخموت أشهر بريطانيا إلى أن الانسحابا مكن القوات الأوكرانية من استعادة كيلومتر على الأقل من الأراضي التقى الرئيس الأوكراني بلاديمير زينيسكي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أول رحلة لها إلى إيطاليا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما أجرى زينيسكي محادثات مع نظره الإيطالي سيرجيو ماتريلا الذي أكد بدوره أن روما تدعم كيب في مقاومتها للعملية الروسية وصف زينيسكي زيارته لإيطاليا والفاتيكان بأنها زيارة مهمة تقترب من انتصار أوكرانيا وصفها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوكريك زيارة المبعوث الصيني الخاص لأوروبا والتي تشمل خمسة دول للتوسط في الأزمة الأوكرانية بالمهمة معربا عن ترحيب الأمم المتحدة بأي جهد من شأن تهدئة الأزمة الروسية الأوكرانية وأكد دوكريك على أهمية دخول الصين وأوروبا في حوار استراتيجي هذا ومن المقرر أن يزور الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لهواي أوكرانيا وبولندا فرنسا ألمانيا وروسيا للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية اعتبارا من الخامس عشر من مايو مع قرب انتهاء مهلة اتفاقي تصدير الحبوب الأوكرانية أثيرة المخاوف من ارتفاع الأسعار والتسبب في أزمة غذاء عالمية جديدة المزيد في العرض التالي مع الزميل لؤيا أباضا أهلا بكم أيام معدودة وتنقضي مهلة اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وهو ما يثير القلق مجددا بشأن وصول الغذاء إلى الأسواق وذلك في مناطق مختلفة حول العالم ووسط دعوات لتمديد الاتفاق مجددا تجري المحادثات بهذا الشأن بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حيث تجتمل المحادثات على مقترح للأمم المتحدة لاستئناف تصدير روسيا الأمونيا عبر خط الأنبيب تولياتي أودسا وتمثل الأمونيا مكونا رئيسيا في صناعة الأسمدة وتتهم موسكو الغرب بمنع تصديره في انتهاك لاتفاقات سابقة الولايات المتحدة اتهمت روسيا مؤخرا بالعودة مجددا لمنع السفن من الإبحار إلى مرافع أوكرانية لتحميل الحبوب في إجراء يؤدي بشكل مباشر إلى تقليل وصول الغذاء إلى الأسواق العالمية وفي مارس تم تجديد الاتفاق لستين يوما بدلا من مائة وعشرين كانت قد طلبتها أوكرانيا بعد أن وضعت روسيا عددا من الشروط من بينها السماح بحق تصدير الأسمدة ولا تقضع الصادرات الروسية من السرع الغذائية والأسمدة إلى أسواق العالم لعقوبات لكن عقوبات ثانوية فرضت على بنوك وشركات شحن وتأمين تعرقل تلك المبيعات ويقول مسؤولون روس أنهم لم يلحظوا تقدما في الجزء الثاني من الاتفاق المتعلق بالصادرات الروسية موسكو أعلنت عن خمسة شروط لتمديد اتفاق تصدير الحبوب وقالت إنها ستعلق مشاركتها إذا لم يتحقق تقدم في هذه الأمور كما حددت روسيا النقاط الخمس في إعادة ربط خوز بنك بنظام سوفت العالمي واستئناف توريد الألات الزراعية وقطع الغيار وتوفير خدمات الصيانة ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين والوصول إلى الموانئ فضلا عن ترميم أعمال خط أنبوب الأمونيا تولياتي أوديسا وفتح حسابات الشركات المتعلقة بإنتاج المنتجات الزراعية ونقلها ومع استمرار المحاولات لتمديد الاتفاق أكدت أوكرانيا أنها تملك طرقا بديلة لنقل الحبوب إذا لم يمدد اتفاق التصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد الثامن عشر من مايو اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي تم توقيعه في يوليو الماضي أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن العملية العسكرية الروسية فيما تم تصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية بموجب المبادرة حتى تاريخه مشاهدين استعرضنا مع حضراتكم المساعي القائمة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في ضوء موقف كل من موسكو والغرب شكرا على طيب المتابعة اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول السبع خلال ابتماعهم بمدينة نيغاتا اليابانية على اطلاق خطة لتنويع سلاسل التوريد العالمية وذلك بحلول نهاية هذا العام أظهرت مسودة البيانة أن وزراء المالية في مجموعة السبع طالبوا أيضا بدرورة البقاء في حالة يقضة والتحلي بالخفة والمرونة في توجيه السياسة وسط حالة من الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في ختم اجتماعهم اتفق وزراء مالية مجموعة الدول السبع على اطلاق خطة بحلول نهاية العام الجاري لتنويع سلاسل التوريد العالمية التي من شأنها المساهمة في حماية أمن الطاقة الوزراء طلبوا بضرورة البقاء في حالة يقضة والتحلي بالخفة والمرونة في توجيه السياسة المالية واستحالة الضبابية المتزايدة بشأن توقعات الاقتصادية العالمية وفيما يتعلق بمشاكل النظام المصرفية أكد الوزراء أن النظام المالي مرنون بسبب الإصلاحات التنظيمية المالية التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 مع التشديد على ضرورة معالجة الثغرات في البيانات والرقابة والتنظيم في نظام المصرفية كما اتفق الوزراء على تقديم مساعدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للمساعدة في زيادة دورها في سلاسل الإمداد للمنتجات المتعلقة بالطاقة ووفقا للوزراء فإن تنويع سلاسل الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة ويساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلية كان وباع كوفيد قد صلط الضوء على ضعف سلاسل التوريد للدول الغربية في مواجهة الصين سواء بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية أو المكونات اللازمة للتشغيل الصناعي السليم لدول مجموعة السبعة قال وزير المالية الياباني أن وزراء مالية مجموعة السبعة اتفقوا على متانة النظام المالية العالمية إلى أن هناك حاجة إلى الحذر لا تزال قائمة وأضف وزير المالية الياباني أن مسألة سقف الدين الأمريكي تم طرحها خلال عشاء عمل عن الاقتصاد العالمية غير أنه رفض الإفصاح عما قاله الوزراء الآخرون عن هذه القضية قال محافظ بنك اليابان كازو وايدا أن الكثيرين من محافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبعة يشعرون على ما يبدو بأن تأثير السياسة السابقة في أسعار الفائدة لم يظهر بالكامل بعد ويتطلعون إلى توجيه السياسات النقطية المستقبلية أوضح محافظ البنك الياباني أن اقتصاد بلاده يتعافى مشيرا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين الذي يزيد حاليا على الثلاثة بالمئة سيبدأ في التباطئ في منتصف سنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس الفين وعشرين استهدفت عملية تسلل إلكتروني وزارة النقل الأمريكية ما تسبب في الكشف عن معلومات شخصية لما يصل إلى 237 ألف من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين أخترت وزارة النقل الكونغرس أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات توصل إلى أن التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية مثل معالجة مستحقات انتقالة الموظفين وأكدة أن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة النقل تبدلت قوات من أذربيجان وأرمينيا إطلاق النار على حدودهما المشتركة ما أصفر عن مقتل جندي من كل جانب قبل يومين من محادثات رفعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد وقع تبادل إطلاق النار لثاني يوم على التوالي قبل الاجتماع المزمع عقده وغدا الأحد في بروكسل بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول بوحشنيان ورئيس أذربيجان إهلها معليس أكد مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يفكر جديا في أعادة تقييم علاقاته مع الصين على ضوء دعم بيكين لروسيا في عملياتها العسكرية الحالية ضد أوكرانيا أشار المقال إلى أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعرب عن اعتقاده بأن العلاقات بين دول الاتحاد والصين ستزداد سوءا في حالة هشل الرئيس الصيني تشي جنبينغ في إقناع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بالعدول عن قرار العملية العسكرية والانسحاب من أوكرانيا أجرى مسؤول لجنة الانتخابات التايلندية عملية تفتيش صارمة على أوراق الاقتراع وسندق الاقتراع والمواد في بانكوك قبل الانتخابات العامة قال مسؤول لجنة الانتخابات في تايلند إن جميع المعدات التي قدمتها اللجنة جاهزة بشفافية للشعب للتصويت لأحزابهم هذا وسيتوجه الأحد نحو 52 مليون ناخب تايلندي إلى مراكز الاقتراع أصدرت الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية بيانا يتضمن قيام سول بإرسال خبراء لتفاقد محطة فوكوشيما دايتش النووية اليابانية المتوقفة عن العمل خلال زيارة تستغرق أربعة أيام أوضح البيان أن المسؤولين سيواصلون مناقشة الجدول الزمني للزيارة ومن المقرر أن تقوم اليابان بتصريف المياه المعالجة والمخففة من المحطة إلى المحيط بدأ وزراء صحة دول مجموعة السبع اجتماعهم في مدينة ناجازاكي باليابان لبحث موضعات من بينها تعزيز الأنظمات الصحية للاستجابة للطوارئ المستقبلية في أعقاب جائحة كوفيد-19 من جانبي قال وزير الصحة اليابانية الذي يترأس المحادثات التي تستمر على مدار يومين أنه بهدف تحقيق مستقبل أكثر صحة سيناقش وزراء مجموعة السبع ويقدمون التوجهات والإجراءات نحو تعزيز الوقاية من الطوارئ الصحية العامة والاستعداد والاستجابة لها كما يتضمن جدول أعمال الجلسات جهود زيادة إتاحة اللقاحات عالميا وتعزيز التغطية الصحية الشاملة في أنحاء العالم ذكرت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستعدان إلى إقرار تعهد لتعزيز التنسيق بالشأن العديد من التدابير مثل القيود على الصادرات وفرض ضوابط على التقنيات المصدرة والاستثمار الأجنبية لمواجهة إجراءات اقتصادية تفرضها دول مثل الصين أشارت بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتعهدان أيضا خلال الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك والذي سيعقد في 30 وال31 من مايو الجاري بتناول هذه القضايا في اجتماعات مجموعة السبع ومنظمة التجارة العالمية اعتبر وزير المالية البريطانية جيمي هانت أن الولايات المتحدة إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديونها وإذا خرج ناتجها المحلي الإجمالي عن المنصر الصحيح فسيكون لذلك عواقب وخيمة للغاية قال هانت أن تأثير العقوبة المفروضة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا لم يكن فاعلا مثل الدعم العسكري لكييف مضيفا أن مجموعة السبع تريد إزالة المخاطر من العلاقة مع الصين بدلا من الانفصال عنها جاءت أزمة رفع سقف الديون الأمريكية لتزيد من المخاوف الاقتصادية العالمية وذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير جديد للكونغرس إلى خطر كبير يتمثل في تعثر تاريخي للولايات المتحدة عن السداد خلال أول أسبوعين من شهر يونيو المقبل المزيد في التقرير التالي بقيت أزمة الدين الأمريكي صداعا في رأس الإدارة الأمريكية بل والعالم أجمع لما تمثله من تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد والاقتصاد العالمي ككل وتتخوف الأوساط العالمية من أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزامتها خلال أول أسبوعين من يونيو المقبل ما لم ترفع صقف الديون وإن عدم اليقين سيستمر بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو حسب ما أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس وتوقع البيت الأبيض أن يكتمع الرئيس جو بايدن بالسياسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي وزعماء آخرين بالكونغرس لاستئناف مفاوضات الميزانية وتفادي تخلف وشيك عن سداد الدين الحكومي التحذيرات الدولية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لم تتوقف حيث حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد صقف الدين أو تعليقه وقال الصندوق إن تداعيات خطيرة للغاية ستكون مرتقبة ليس على الولايات المتحدة فحسب بل على الاقتصاد العالمي أيضا في حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد داعيا جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل أما رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس فأكد أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون مشيرا إلى أن الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع أما مكتب الميزانية فعبر عن أمله في الحصول على مزيد من الوقت للتفاوض قائلا إن وزارة الخزانة ربما يمكنها تمويل العمليات الحكومية حتى نهاية يوليو على الأقل إذا استمرت السيولة المتاحة وإجراءات الاقتراض الاستثنائية حتى الخامس عشر من يونيو مع حلول موعد سداد مدفعات الضرائب التقدرية ربع سنوية قال أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفدرالي إنه أكثر تفاؤلا من مسؤولنا آخرين في المصر في المركزي الأمريكي بشأن مصاري التضخم معتبرا أن المؤسسة على الطريق الصحيح وأشدد على أن الاحتياطي الفدرالي يقوم بما هو ضروري يأتي هذا في وقت كان قد رفع فيه الاحتياطي الفدرالي منذ مارس من العام 2022 معدل الفائد الرئيسي بخمس نقاط مؤوية من صفر إلى فاصل خمسة وعشرين بالمئة إلى ما بين خمسة وخمسة فاصل خمسة وعشرين من مئة بالمئة ورياضيا حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى البرالمبية إنجازا كبيرا في اليوم الأول لبطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البرالمبية والتي تقام في إيطاليا في الفترة من التسع وحتى الخامس عشر من مايو الجارية حصلت البعثة المصرية على ست ميداليات متنوعة منها أربع ميداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنات الزمالك مضيفه الإسم عليه ضمن منافسة الجولة السابعة والعشرين لمصابقة الدور الممتاز يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مصابقة برصيد ثلاثة وأربعين نقطة في حين يحتل الإسماعيل لمركز الرابع عشر برصيد ستة وعشرين نقطة يستضيف اليوم الوداد المغربي منافسهما ميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في موقعة كروية مثيرة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا لكرة القدم يسعى الوداد المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سانداونز أحد المرشحين بقوة للتتويج باللقب القرية وصعد الوداد لنصف نهائي على حساب سامبا التنزاني بصعوبة وبركلة الترجيح بينما يعيش سانداونز حالة فنية مميزة بعد تأهله بفوز عريض بستة أهداف لهدفين على حساب شباب بيروزداد الجزائرية في مجموع مبارتي الذهاب والإياب ختم النشرة وهذا تذكير بأبرز أهم عنوينها جلسات المحور السياسي للحوار الوطني تنطلق غدا بمناقشة النظام الانتخابي والقضاء على التمييز وتحدي التعاونيات غارات إسرائيلية جديدة على غزة وشهدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطب نابلس والاتحاد الأوروبي يدعو لتسريع إمداد كييف بالذخيرة وألمانيا تكشف عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا هي الأكبر ومشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكير كود الظاهر على الشاشة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة في الختام تقبلوا تحيات زميلتي نادا رضا وتحياتي أنا يارا مجدي إلى اللقاء اشتركوا في القناة